على إقاع أخبار الرمادي تأتي نداءات استغاثة من بغداد ساسة عراقيون يطالبون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ ديالا يتحدث هؤلاء عن عمليات قتل على الهوية وتهجير قصري للعائلات السنية يحضر الاهتمام الإعلامي في الرمادي فيغيب عن ديالا غياب تحسن استغلاله ميليشيات اتخذت من داعش ذريعة للمضي في استراتيجية دموية أخطأ أهل المدينة حين ربطوها بسنوات عجاف قالوا إنهم قضوها تحت حكم نور المالك فديالا المحافظة الواقعة شمالي شرقي العاصمة بغداد لها حدود على امتداد 240 كم مع إيران كما أن أراضيها تشكل الطريق الأقرب الذي يربط بغداد بطهران سكانها كانوا يوما ذات غالبية سنية تحولت بفعل فاعل إلى أقل من النصف هي لعنة الجغرافية تؤتي ثمارها سلسلة تفجيرات تستهدف مساجد تتبع ديوان الوقف السني واكتيالا لصحفيين في قناة الشرقية ثم أنباء عن إعدامات طالت العشرات قيل إن مرتكبيها عناصر ميليشيات ليسوا مجهولين قاموا بذلك ردا على هجومين انتحاريين تبناهما داعش في المدينة وراح ضحيتهما العشرات لكن مشهد ديالا الحالي لا يخالف مجرى الأحداث الدموي الذي شهدته منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 قبل ظهور داعش فللمدينة مذاك سجل دموي من عشرات المجازر التي دفعت المنظمات الدولية إلى دق نقوس الخطر أكثر من مرة أبرز ذلك جاء في تقرير لهيومان رايتس ووتش عام 2014 تعقيبا على مذبحة مسجد مصعب بن عمير والتي حمل فيها المسئولية بوضوح لميليشيات شعية موالية للحكومة في إشارة للحجد الشعبي مشيرا إلى سلوك ممنهج في استهداف السكان السنة في المحافظة وكما بقي التقرير وثيقة تؤكد أن ما يحصل في بلاد الرافدين أبعد بكثير من حرب على الإرهاب ستبقى اليوم خطابات النصر الحكومية عن معركة الرماد أعلى صوتا من نداءات إغاثة ديالا فما دام لداعش الحضوى ليكون عنوان حرب العالم الرئيسية يبدو أن المضمونة الحقيقية لهذه الحرب سيكون في ضحايا لمعارك قد يظنها البعض هامشية